رتب الأرقام 2 6 0 1 بحيث يمكن إنشاء أكبر عدد ممكن من أربعة أرقام في البداية لا بد أن نوضح ما الفرق بين الأرقام والأعداد الأرقام هي 0 1 2 3 إلى أن نصل إلى 9 هذه هي الأرقام بينما العدد هو مكوم من رقمين أو أكثر مكوم من رقمين أو أكثر اللاحظ هنا مطلوب من عندنا تكوين عدد لكن بشرط أن يكون أكبر عدد ممكن من الأرقام المعطة في المثال 2 6 0 1 طبعا أي عدد شرط علينا أن يكون أربعة أرقام أي بمعنى أربعة منازل أربعة منازل طبعا كلنا نعرف منزلة الأحد ومنزلة العشرات ومنزلة المئات وأخيرا منزلة الألوف طبعا لا بد أن نوضح أن الألوف هي عبارة عن 1 بجنبه من اليمين 3 أصفر بينما المئات 1 وبجانبه من اليمين صفرين والعشرات 1 وبجانبه من اليمين صفر بينما الأحد هو رقم 1 طبعا الآن لدينا أربعة منازل من المطلوب اللي هو أربعة أرقام 2 6 0 1 المطلوب هنا هو إيجاد أكبر إيجاد أكبر عدد طبعا خلونا ناخذ منزلة الألوف هي اللي تحددنا أكبر أكبر عدد طبعا لدينا 2 لو حطينا 2 في منزلة الألوف إذن ألفين طيب نختار رقم 6 لو حطنا في منزلة الألوف 6 000 طبيعا 6 000 أكبر من ألفين إذن 6 أكبر طيب خلونا نجرب 1 1 في منزلة الألوف ألف يعطيني ألف إذن 6 000 أكبر من الألفين ومن الألف لو كانت صفر إذن تلتقي منزلة الألوف ونبقى في المئات لذلك 6 هي العدد المناسب في منزلة الألوف انتهينا الآن من رقم الأول اللي هو 6 الآن ننتقل إلى منزلة المئات نفس الطريقة لدينا 2 0 1 لو وضعنا 2 200 لو وضعنا 1 100 كذلك لو وضعنا 0 تنتقل إلى منزلة العشرات إذن 2 هي الأكبر إذن 2 الأكبر تخلصنا الآن من الرقم الثاني بقي لدينا 1 و 0 العشرات لو وضعنا 1 يطلع 10 بينما الصفر ننتقل تلقائي إلى منزلة الأحد لذلك 1 في منزلة العشرات وبالنهاية اللي هو الرقم المتبقي الصفر إذن الآن كونا عدد كو من أربعة أرقام بحيث هنا أكبر عدد ممكن صنعه من هذه الأرقام اللي هو 6200 وعشرة 6200 وعشرة السؤال هنا الذي يطرح نفسه رتب الأرقام هذه بحيث أنه يمكن إنشاء بدل ما أكبر أصغر أصغر عدد ممكن أي بطريقة مقلوبة لذلك ننتقل إلى منزلة الألوف أي عكس أكبر عدد إذن العدد الموجود هنا اللي هو أصغر أصغر عدد صفر واحد في منزلة المئات في منزلة العشرات اثنين في منزلة الأحد ستة إذن هذا هو أصغر عدد يمكن تكوينه من الأرقام الموجودة بالأعلى وبذلك يكون أوجدنا أعلى عدد من الأرقام الموجودة بالأعلى وكذلك وجدنا أصغر عدد من الأرقام الموجودة بالأعلى وشكرا لكم اشتركوا في القناة